من أول يوم في أحداث الحرب على قطاع غزة والمساعدات اللي بتقدمها الدولة المصرية والشعب المصري لقطاع غزة ما وقفتش والحقيقة إنه من أهم الجهات اللي قامت بتقزيم الدعم لأهلنا في غزة كان التحالف الوطني اللي عمل أهلي التنموي واللي عمله جهد كبير جدا عشان يوصلوا عدد كبير من المساعدات المختلفة لقطاع غزة وعشان نعرف أكتر عن كواليس الموضوع والتجهيزات وكل المساعدات اللي بتروح لقطاع غزة هيكون معنا دلوقتي الأستاذ محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل التنموي أستاذ محمد أهلا بيك أهلا بحدك فان عامل إيه الحمد لله أنا أول حاجة عايزة عرفها من حضرتك إنك تكلمنا أكتر عن التحالف وتوضح لنا هو بيعمل إيه بالضبط يعني خلينا في البداية نعرف أستاذ مشاهدين التحالف الوطني التحالف الوطني هو ولد عندما أطلق السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عام 2022 هو عمل للمجتمع المدني من هنا جات فكرة التحالف الوطني وهو توحيد لأكبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجتمع المدني داخل مصر كيان بيضم أكتر من 32 جمعية ومؤسسة بيقوم على عدد من المحاور المحور الأهم هو توزيع كافة المواد المستحقة على الأسر الأكثر احتياجا في مصر كلها بعدالة طبعا في التوزيع النقطة التانية أنه هو بيوحد الجهود من خلال عمل مشترك لكافة المؤسسات المجتمع المدني من خلالها احنا بنقدر نوحد قاعدة البيانات للأسر الأكثر استحقاقا بحيث أننا النهاردة ما تديش لأسرة أكتر من مرة وأنسى أسرة تانية ما وصلهاش المساعدات داية التحالف الوطني يمكن كمان كان قام بمبادرة كبيرة هي مبادرة كتف في كتف ودي كانت في رمضان وأطلقها سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع أكتر من خمسة ملايين كارتونة مواد غذائية على الأسر احتياجا في مصر كلها إضافة إلى كوافل سترة وعافية إضافة إلى العديد من المبادرات التنموية اللي بيقوم بها التحالف مثل مبادرة إزرع وهو دعم صغار المزارعين في ريف مصر وفي سعيد مصر مشاريع تنموية كتيرة جدا بيقوم بها التحالف التحالف هو مش بيقوم على فكرة أنه هو بيوزع بس مجرد كارتونة أو بيقدم خدمة طبية لا هو كمان بيمكن اقتصاديا في مشاريع كتيرة في المشاريع متناهية الصغر إضافة إلى كمان أنه هو بيساعد الصيادين من خلال أعطاقهم مراكب صيد صغيرة حاجات كتيرة قوي ما نقدرش أنه نعدها حتى في الحلقة دي ما نقدرش أنه نسرت كل المجهود اللي بيقوم بالتحالف على مدار أكتر من سنة ونص خلينا نعرف التحالف عمل إيه من ساة ما حصل طبعا الحرب في غزة وكمان في الوقت بتاع الهدنة دلوقتي يعني يمكن أنا سمعت حضرتك في المقدمة بتقولي أن التحالف بيساعد أهلنا في غزة هو مش من دلوقتي بس وإحنا بنساعد أهلنا في غزة دائما مصر قيادة وشعب هي في ظهر أهلنا في فلسطين غزة زي ما كل عارف هي محاصرة تماما فدائما إحنا داعمين لها في جميع الأوقات ولكن منذ بدء العدوان الإسرائيلي بنتكلم على أكتر من خمسين يوم حرب بتشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أخواتنا في قطاع غزة طبقا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلق التحالف الوطني من مسؤولياته الوطنية بتقديم ألاف من الأطنان من المساعدات الغزائية والطبية لأهلنا في قطاع غزة ويمكن دا كان آخر حاجة احنا شاهدناها اطلاق القافلة الأكبر لمساعدة أهلنا في غزة وهي عبارة عن خمسمائة تريلة محملة بأكتر من ثمان تلف طن من المواد الغزائية والمواد الطبية والمواد الإغاثية كل ما يلزم أهلنا في قطاع غزة ويمكن زي ما احنا شايفين على مدار الأيام اللي فاتت دين بدأت تحصل انفراجة في المساعدات وبدأت تدخل وصلنا من احنا النهاردة بقينا بتندخل مواد بوترولية لأن زي ما كل عارف فيه انهيار تام في المنظومة الصحية نتيجة الغلق المستشفيات مفيش وقود يشغل المستشفيات مفيش كهرباء فبدأنا يعني واحدة واحدة بندخل المساعدات أكتر من يعني احنا بنتكلم النهاردة من الخمسمائة الأخرى دول أكتر من 200 شاحنة وصلت إلى قطاع غزة طيب الشاحنات دي بيكون فيها ايه؟ الشاحنات دين في منها ما هو مستلزمات طبية عشان خطر المستشفيات والدعم والعلاج والأدوية مع تنوحها زي ما حديك عارفة طبعا فيه أطفال كتير ففيه لبن خاص بالأطفال بنراعي كمان أن يكون فيها الخيوط الخاصة بالعمليات الجراحية أدوات الجراحة الشاشة القطن إضافة كمان إلى الأدوية للأمراض المزمنة لأهلين الكبار في السنة زي الضغط السكر للقلب كل ده احنا بنراعي أنه هو يكون موجود في المواد الطبية إضافة كمان إلى المواد الغذائية المواد الغذائية طبعا يعني احنا عارفين أن أهلين في قطاع غزة أهم عايشين في خيام فمفيش مكان لطهي الطعام طبعا بيراعي أن احنا بنوصل المواد الجفة هو يقدر أول ما توصله كل حاجة تقدر أنه هو أول ما يوصله يقدر أنه يستخدمها على طول من غير ما يحتاج لطهي الطعام أو الكلام ده طيب بالنسبة لأن المستشفيات في قطاع غزة بيكونوا بينقصها حاجات جملة جدا أنتوا بتدوا الحاجات دي للمستشفى ولا أنتوا بتدوها للأفراد لا احنا مش بنتعامل مع الأفراد احنا نتعامل مع المنظمات الدولية الإغاثية اللي موجودة في غزة هناك وعلى رأسها الهلال الأحمر الفلسطيني هو اللي احنا بنتعامل معاه بالإضافة كمان أن احنا بنتواصل عشان نعرف إيه الحاجات اللي نقص المستشفيات وهي دي بيكون لها أولوية هنا في مصر في جمعها عشان نقدر نرسلها تقدر أنها تمشي الأمور هناك لغاية ما يكون فيه استقرار في الوضع طب وبيكون فيه هدوم مثلا بطاطين اللي نشتها داخل وطبعا فيه أمطار غزية ده ده فيه بطاطين فيه ملابس كمان خاصة بكل المأسات فيه خيام عشان الوقات اللي موجودة هناك بنراعي كافة الأمور اللي يعني اللي بيحتاجها أخواتنا وأهلنا في غزة طب إيه أكتر المشاكل اللي حصلت من التديقات اللي بتحصل على أن الكوافل أو العربيات أو الشحنات دي تدخل غزة يعني هو يعني السيد الرئيس ما أخفاش على حد ما قال أن مصر ما أغلقتش معبر رفع ولكن معبر رفع طم قصبه أربع مرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من ناحية الجانب الفلسطيني فبالتالي ده كان بيعطل دخول السيارات المحملة بالمساعدات الغسية لإخواتنا لأننا أكيد كمان لازم نخاف على إخواتنا اللي ماشيين بالعربيات وكمان نكون نوفل لهم طرق منها تقدر أن نحن نوصل المساعدات دي فدي كانت أكتر الحاجات اللي يعني كوات الاحتلال كانت مضيقة الخناء على المعبر أن الأمور دي توصل إلى مستحقية طيب هل ممكن حد يتطوع للعمل معيكم؟ إيه المطسوب؟ يعني إحنا مؤسسات التحالف الوطني الـ 32 منتشرة في كافة محافظات مصر وكراها عندنا قاعدة من المتطوعين وبالمناسبة أنا حابب أوجه الشكر إلى متطوعي التحالف الوطني لأن هم الجنود الحقيقيين في هذه الملحمة متطوعين التحالف الوطني القوافل اللي حديك بتشوفيها دي أما عليها أكتر من 15 ألف متطوع بيوصلوا الليل بالنهار إضافة كمان لوجود متطوعين عند معبر رفح عشان لو فيه أي احتياجات بنحتاج أن ننقل من عربية لعربية أو بنعيد ترتيب الحويات من أول وجديد المتطوعين هم اللي بيقوموا بيها بيوصلوا الليل بالنهار كم متطوع لحد دلوقتي؟ فيه 15 ألف متطوع أيمين على القوافل دي بس لكن التحالف بنتكلم في أكتر من 400 ألف متطوع على مستوى جمهورية مصر العربية وإنتوا لما بتنقلوا الحاجة المهمة بتنتهي لحد المعبر مش بتعدوا طبعا لا مش بنعد طبعا المعبر أنت عارف الوضع الأمني هناك أنا بستعلك الأسئلة اللي دايما الناس بيسأل عنها على السوشال ميديا فعشان كده تبقى الموضوع واضح وطلع صريح أكيد مش بنعد المعبر لأن طبعا الوضع هناك أمنيا لا يسمع ولكن إحنا بنكون على يعني وقفين مستنيين العربيات عند العودة بعد ما بتوصل الشاحنة كل الحمولة بتاعتها بنستنها وهي رجع عشان نتطمن أن الحاجة وصلت إلى فعلا أهلنا في كتاعة غزة طيب دلوقتي أنا كنت بسأل حضرتك لو حد عايز يتطوع يعمل إيه؟ يتوجه لقرب فرع الجامعية أو مؤسسة داخل التحالف الوطني ويقدر أنه يساعد ويتطوع فيها يتطوع بمجهوده يتطوع بوقته كل سبل التطوع متاحة للشعب المصري كله مش للشباب بس وهل بتقبلوا أن ناس تانية تتطوع أفراد بحاجات تقدروا توصلوها بردو أه طبعا بكل ده بتقدم دعم دوا للمؤسسات أو الجامعيات وبتستلم إصدار رسمي من المؤسسة أو الجامعية بتبرعوا بأي نوع من أنواع المواد أستاذ محمد السيف أنا بشكر حضرتك جداً على التوضيح النهاردة ومرسي جداً أن أنت كنت موجود معي شكراً لحديك فنة